مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس العلوم للصف الثاني الإعدادي الفصل الخامس المادة الدرس الأول سلوك الموائع في جزئه الأول سنتمكن أعزائي الطلبة في نهاية هذا الدرس من أن نوضح أثر الضغط على الموائع وكذلك نحدد العلاقة بين كل من ضغط الغاز وحجمه ودرجة حرارته نبدأ أولا بالضغط ما هو الضغط يا ترى؟ الضغط هو القوة المؤثرة في وحدة المساحات إذن يمكننا أن نعبر عن الضغط رياضيا بهذه العلاقة الضغط يساوي القوة مقسومة على المساحة وكما تعلمنا سابقا بأن القوة تقاس بوحدة نيوتن أما المساحة فإنها تقاس بالمتر المربع أما وحدة قياس الضغط فهي باسكال وهي عبارة عن نيوتن لكل متر مربع عندما نملأ البالون بالهواء فإن الهواء بداخل البالون يتصادم مع بعضه البعض ويتصادم مع الجدران الداخلية على سطح البالون مما يولد ضغطا للهواء بداخل الكرة مجموع القوة التي تسببها الجسيمات على سطح الكرة تسبب ضغط الهواء بداخل الكرة وهذا الضغط هو الذي يمنع الكرة من الانكماش القوة والمساحة كما لاحظنا في العلاقة فإن الضغط يتأثر بالقوة والمساحة فيعتمد الضغط على القوة والمساحة حيث يزداد الضغط بزيادة القوة ويقل الضغط بزيادة المساحة أمامنا هنا طالب يزن 500 نيوتن وقف مرة على كامل قدميه ووقف مرة أخرى على أصابع قدميه فقط سنلاحظ أن الضغط المتولد من الوقوف على أصابع القدمين سيكون أكبر من الضغط على الوقوف على كامل القدمين وذلك لأن القوة في الحالتين متساوية ولكن المساحة التي أثرت فيها القوة هنا أقل إذن سيكون الضغط أعلى من المساحة من الضغط في الحالة الثانية الذي أثر على مساحة أكبر فكلما زارت المساحة قل الضغط كما لاحظنا هنا مع هذا الطالب في حال وقوفه على القدمين كاملتين ووقوفه على أطراف القدمين فقط أما بالنسبة للضغط الجوي فإن الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء الذي مساحته أو مساحة قاعدته واحد متر مربع يقدر الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر بمئة وواحد ألف وثلاثمائة باسكال أي مئة وواحد وثلاثة من عشرة كيلو باسكال وهو رقم كبير جدا ويساوي وزن شاحنة كبيرة لماذا يا ترى لا نشعر بهذه القوة تؤثر على أجسامنا قبل أن نجيب على هذا السؤال عزاء الطلبة لنعرف أثر الضغط الجوي في مساعدتنا على شرب العصير باستخدام المصة نلاحظ هنا كيف يمكننا شرب العصير باستخدام المصة فإن الضغط الجوي يؤثر على سطح العصير فعندما نقوم بمص العصير باستخدام المصة فإن الضغط بداخل المصة يقل بالتالي يؤدي إلى ارتفاع العصير بداخل المصة إن الضغط الناتج عن السوائل داخل الجسم يعادل الضغط الجوي الواقع عليه لذلك هناك توازن في الضغط الخارجي مع الضغط الداخلي في أجسامنا لذلك لا تتحطم أجسامنا ولا نشعر بقوة الضغط الجوي وهذا من بديع صنع الخالق سبحانه وتعالى يعتمد الضغط الجوي على الارتفاع عن مستوى سطح البحر فكلما ارتفعنا عن سطح البحر قل وزن عمود الهواء فبالتالي سيقل الضغط الجوي وهذا ما يفسر عندما نصعد في الطائرة فإننا نشعر بطنين في الأذن وذلك نتيجة اختلال التوازن بين الضغط السوائل بداخل أجسامنا والضغط الجوي الخارجي نتيجة ارتفاعنا عن سطح البحر مما يؤدي إلى خروج الهواء من آذاننا على شكل طنين كما يعتمد الضغط الجوي على درجة الحرارة أي أن الضغط الجوي يزداد بنقصان درجة الحرارة وذلك لأن الجزئات تتقارب من بعضها البعض مما يؤدي إلى زيادة وزن عمود الهواء التغير في ضغط الغاز يتغير ضغط الغاز المحصور بتغير كل من الحجم ودرجة الحرارة ملاحظة الغاز المحصور هو الذي يحتوي أو يوجد بداخل إناء مغلق يزداد ضغط الغاز المحصور بنقصان حجمه مع ثبات درجة الحرارة وذلك لأن الحيز الذي ستشغله الجسيمات سيكون أقل مما يؤدي لزيادة التصادمات وزيادة التصادمات تؤدي لزيادة الضغط على عكس لو كان الغاز في مكان كبير الحجم فإن الضغط سيقل وذلك لأن المسافات بين الجزئات أكبر فبالتالي ستقل التصادمات ويقل الضغط نلاحظ هذا في الإناء الأسطواني الذي يحتوي على مكبس نلاحظ أن الإناء رقم واحد فيه الجزئات تتحرك بحرية أكبر نتيجة كبر الحجم أما لو كبسنا المكبس إلى أسفل وقللنا الحجم كما في الإناء رقم اثنان نلاحظ أن الجزئات بدأت في التصادم بين بعضها البعض فبالتالي يزداد الضغط أما في الحالة ثلاثة فكبسنا المكبس كثيرا للأسفل فانضغطت الجزئات وزادت التصادمات بين الجزئات وبالتالي زاد الضغط أما بالنسبة لدرجة الحرارة يزداد ضغط الغاز بزيادة درجة الحرارة طبعا مع ثبوت الحجم لأن طاقة حركة جسيمات الغاز ستزداد فبالتالي تزداد التصادمات وبالتالي أيضا يزداد الضغط والعكس صحيح أي أنه كلما قلت درجة الحرارة ستقل التصادمات بين الجزئات ويقل الضغط كما نلاحظ هنا في الدورقين الدورق الأول أقل درجة حرارة من الدورق الثاني فوق الموقد فنلاحظ الجزئات هنا تتصادم بشكل بسيط على عكس الجزئات في الدورق الدورق الذي يتم تسخينه نلاحظ أن الجزئات تتصادم بشكل ملحوظ نتيجة زيادة الضغط وصلنا عزاء الطلبة للنشاط التقييمي الأول لهذا الدرس لدينا هنا عدة أسئلة نتأملها عزاء الطلبة ونحاول الإجابة عليها بطريقة صحيحة السؤال الأول ما الفرق بين الضغط والضغط الجوي؟ كما ذكرنا أن الضغط هو القوة المؤثرة في وحدة المساحات بينما الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء الذي مساحة قاعدته واحد متر مربع السؤال الثاني لماذا نلاحظ بأن البالون في النقطة جيم أصبح أكبر وذلك لأن الضغط الجوي المؤثر فيه أصبح أقل فتكون جزئات الغاز بداخله أكثر قدرة على الانتشار فبالتالي تتمدد البالون السؤال الثالث ماذا يحصل لتصادمات الجزئات في الجدران الداخلية للأسطوانة باء إذا رفعنا المكبسة إلى أعلى نعم ستقل وذلك لأن الحجم أزداد وكلما زاد الحجم قل الضغط وبالتالي قلت التصادمات بين الجزئات إلى هنا عزائي الطلبة وصلنا إلى نهاية الدرس شكرا لحسن استماعكم ودمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته